بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا حالة جديدة من برنامج التريند وزي ما انتم متعودين معايا مع كل ثلاث في كل اسبوع بكون راجع بعد البطولة الافريقية ومباريات المهمة للنادي الاهلي وبقول لكم ان شاء الله نلطقي ويكون الاهلي عامل نتيجة طيبة ومتأهل للمرحلة القادم حصل ده في الفترات السابقة وقلت لكم ده بيأتي نتيجة ثقة فيه اهتمام كبير جدا بفريق النادي الاهلي وثقة عند اللعبة وكلنا شايفين الفريق الحمد لله خلال الفترةん اخيرة بيقدم مستويات متميزة جدا الحمد لله النادي الاهلي تأهل الى نهاي دور ابطال افريقيا رقم قياسي في عدد مرات التأهل الى المباراة النهائية عدد قياسي في الوصول لمرحلة السيمي فينال عدد قياسي ومرات قياسي في تحقيق دور ابطال افريقيا الاهلي الحمد لله بيستر تاريخ جديد ودائما كتاب التاريخ بيفتح صفحات عشان يذكر فيها اسم النادي الأهلي بالألقاب والبطولات والأرقام الجديدة اللي بيكسرها كل يوم الأهلي بيكسر أرقام القياسية مش بيكسر أرقام فرق تانية فالحمد لله نادي الأهلي عمل نتيجة كبيرة ومباراة كبيرة أمام الترجي التونسي والنهاردة بلتقي بيكم بعد فوز الأهلي إن شاء الله على الترجي التونسي بسلسة أداف مقابل لشيء وتأهله إلى المباراة النهائية نهائي دورة أبطال إفريقي أمام كايزر تيفز يوم 17-7 حلقة النهاردة فيها التفاصيل وكواليس مهمة جداً وهنتابع فيها بعض المعلومات وبعض الأخبار اللي أنا عارف السوشيال ميديا بتهتم وبتتكلم فيها خلال الفترة الأخيرة والنهاردة هنقول لكم معلومات جديدة وأخبار جديدة وهتسمعوا حاجات لأول مرة بتسمعوها من خلال برنامج التريند قبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة والسؤال كمان عايز أشهد ببيتسو موسيماني كل يوم المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي بيأكد إلى الحمد لله الواحد كان واثق فيه واثق في هذا الاختيار منذ أول يوم ومنذ أول قرار باختيار بيتسو موسيماني مديراً فناني نادي الأهلي وقلت من أول وهلة إن بيتسو موسيماني هيكون مشروع قوي جداً للكرى الإفريقية الفترة القادمة وده هيكون من خلال أكبر نادي بإفريقيا وبالفعل من خلال النادي الأهلي بالأرقام بالبطولات بالأداء بكل المستويات بيتسو موسيماني بيقدم نفسه للكرى الإفريقية وللكرى المصرية تحديداً بشكل خاص في الظل إن في ناس كتير في الدور المصري وفي القرى المصرية محتاجة تدرس ومحتاجة تقرأ عشان توصل للمرحلة اللي وصلها عدد من المدربين الأفرقى وعلى رأسهم بيتسو موسيماني نبدأ حلقتنا النهاردة بسؤال حلقة اليوم من برنامج التريند وسؤال النهاردة ليه علاقة بالتأكيد بكل التساؤلات اللي الجمهور بيسألها عبر السوشيال ميديا هل تتوقعوا تغيير موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وقايزري تشيفز شاركوا معنا عبر صفحات القناة عبر السوشيال ميديا الفيسبوك تويتر وإنستجرام وفي نهاية الحلقة هنزيع كل مشاركاتكم وأراءكم وتوقعاتكم بخصوص هذا السؤال عندي المعلومة لكن مش هتكلم فيها هدلوقتي لأن لسه فيها تفاصيل مهمة خلال الساعات القادمة لكن نبدأ حلقتنا بأهم العنوان في تريند الأهلي الفريق يستانف تدريباته استعداداً لبيراميدز كمان في تريند الأهلي موسيماني يكشف حقيقة التعاقد مع الأرش وفي التريند العالمي مدرب إنجلترا كلوب تعامل بأنانية مع صلاح استعراض ده مباراة اليوم والنهارده فيه مباراة يعني من العيارة الصقيل الساعة ستة إنجلترا مع ألمانيا طولة اليورو والمراحل الحاسمة ومرحلة نوك أوت خروج المغلوب مباشرة برح كلنا شفنا المفاجأة المدوية بخروج فرنسا بطلة العالم أمام سويسرا لكن النهارده الساعة ستة إنجلترا وألمانيا الساعة تسعة السويد وأوكرانيا لكن طبعاً مباراة إنجلترا وألمانيا كلها هيكون حريصة على مطابعتها لأنها مباراة بنسبة كبيرة اللي هيكسب هذه المباراة هيكون موجود في المباراة النهائية وأنا أتمنى على المستوى الشخصي يكون الفاينال ما بين ألمانيا وإيطاليا هنشوف مباراة كبيرة جداً في نهاي اليورو خلال هذه البطولة القوية جداً دي مباراة النهارده في اليورو لكن بالطبع خلال الفترة القادمة عندنا كلام مهم جداً الأهلي يستقنت مشواره المحلي وما زالت هناك تفاصيل مهمة بخصوص المشوار الإفريكي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لترند الترند لأنه عندنا كلام وتفاصيل وأخبار هتسمعوها الأول مرة أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند طيب ترند الترند النهارده هيكشف عن موضوعات مهمة جداً وهيأكد على تفاصيل تقالت قبل كده لأن أنا بستغرب على المستوى الشخصي لما لاقي ناس المفروض مسؤولة عن نظام للكرة المصرية ونظام لبطولة الدوري وعارفين اللوايح ودرسين اللوايح وعارفين المسابقات بتمشي إزاي وإيس فجأة بنتعامل مع الموقف وكأنه جي فجأة وكأنه ما فيش أجندة وكأن الأمور بتيجي بدون الوضع في الاعتبار أن فيه فريق كبير زي النادي الأهلي طبيعي طبيعي جداً أنه يكون مرشح بنسبة كبيرة ومتواجد بنسبة 99 وتسعة من عشرة في المباراة النهائية لدورة أبطال إفريقيا وأنا لما طلعت اتكلمت بفكرة تزامن أو وجود موعد نهاية دورة أبطال إفريقيا بالقرب من انطلاق منافسات تدورة تقليل أولمبية بالنسبة لمنافسات كرة القدم ومنتخاب الأولمبي بيستعد لهذه الدورة ما تكلمتش من فترة على فكرة أن المدة ممكن تكون قريبة لا المدة بعيدة دي وجهة نظري دي أجندة قدامي التواريخ لا ده أنا تكلمت على موعيد وأنا الفترة الحالية من بعد مباراة النهائية أو قبل حتى مباراة النهائية والله يا جماعة عايز أتكلم في الجزئية دي بس قلت لا هفضل مستني لغاية لما الأهلي يحقق المراد ويصل لنهائي دورة أبطال إفريقيا عشان نتكلم بتفاصيل عن المشكلة المصارح حاليا والإعلام والسوشيال ميديا بتكلم عليها فكرة تزامن دور التوكيو مع مباراة نهائي دورة أبطال إفريقيا ومن المسؤول عن كل ده؟ تعالوا نشوف فيديو في جزء من حلقة 31 مارس بنتكلم من 90 يوم من 3 شهور تلاقيت وقلت معلومة ما قلتش وجهة نظر تلاقيت وقلت معلومة وقلت معلومة مهمة جدا ووجهت رسالة للجنة السلسية تعالوا نسمع أنا قلت إيه؟ وبعد هذا الفيديو عندي تعليقات وعند تفاصيل ومعلومات هتسمعوها الأول مرة بخصوص هذا الموضوع عشان تعرفوا الأزمة بتيجي منين ومن المسؤول عنها؟ نتابع هطرح موضوع بناء على معلومة وأوجه فيه رسالة للجنة السلسية في التحاد ده قرة القدم اللجنة السلسية في التحاد المصري لقرة القدم أنا أوجه الرسالة بناء على معلومة بس أقولي الرسالة الأول هي رسالة للجنة السلسية بخصوص الأجندة الإفريقية على صعيد الأندية خلال الفترة القدم بعد ما استعرضنا الفترة اللي فاتت موعد الأجندة الدولية بخصوص تصفيات كاس العالم وإن هي هتدى من 1-6 وتنتهي في نوفمبر وست جوالات ثم المباراة فاصلة في شهر نوفمبر هنطرح فكرة الموعد الختمية لدور أبطال إفريقيا وكاس الكون فيدرالية وهل سيكون لديها تأثير على استعدادات منتخبنا الأولمبي لدور التوكيو الأولمبي ولا لا؟ طيب هنطرح مبعد على الشاشة ونستعرض موعد الأجندة الإفريقية بالنسبة للفترة اللي جاية يوم 10-7 10 يوليو 2021 نهائي كاس الكون فيدرالية 17 يوليو نهائي دور الأبطال إفريقيا 23 يوليو انطلاق منافسات كرة القدم في دور التوكيو 2020 في معادين تانيين هتكلم عليهم بس أخلص بس الأول جزء المتعلق بمعاد نهائي دور الأبطال إفريقيا 17-7 وأنا بتكلم من النهاردة 31 مارس الناس تقولي تبتتكلم قبلها 4 شهور ليه؟ ده لسه محدش عارف إيه اللي هيحصل في المباريات اللي جاية لا إحنا لازم نتكلم على الأجندة حتى سواء إحنا مشاركين أو مش مشاركين دور الإنجليزي ما بتحطى معايده بتحطى لـ 3-4 سنين أي أنكمل الفرق اللي موجودة رسالتي لللجنة السلاسية المنتخب الأولمبي عنده استعدادات لدور التوكيو هتبدأ معسقر مغلق لكابتن شاوي غريب من 1-7 دور التوكيو 23-7 منافسات كرة القدم حسب المعلومات اللي عندي أن الدورة الأولمبية أو اللجنة الأولمبية الدولية بالتنصيق مع اليابان عشان تنظم دور التوكيو الأولمبية هيكون بنظام البابل بنظام الفقاعة الطبية زي ما حصل في كالس العالم للأندية ففترة الخمسة أيام ما بين 17 يوليو نهاية دور الأبطال و23 يوليو انطلاق منافسات كرة القدم في دور التوكيو هتكون مشكلة للنادي اللي هيصل لنهاية دور الأبطال إفريقية بمعنى أن أنت هنا مرتبط بموعد لازم اللعبة تكون موجودة في معسكر المنتخب اللومبي لفترة ما عشان تكون موجودة بنظام الفقاعة الطبية وتجري المساحات الطبية قبل ما تسافر إلى اليابان وممكن بعد إجراء القرعة في شهر إبريل اللجنة الأولمبية الدولية تطلب من كل الفرق اللي هتشارك في المنافسات كرة القدم تسافر قبل البطولة بحوالي 6 أيام أو 7 أيام هنا هتبع عندك مشكلة اللعبة الأولمبية اللي بيلعبه مثلا على سبيل المثال مع النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله نصل لـ 17 يوليو ويكون عندنا حلم البطولة العشرة نهاية دور أبطال إفريقية اللعبة دي لو انضمت المنتخب الأولمبي صعب جدا تطلع من نظام الفقاعة الطبية وتنضم للأهلي عشان المباراة النهائية على رأسهم مثلا زي كاتن شوء عايز ياخد محمد الشناوي طيب الرسالة دي بوجهها بناء على معلومة إيه أنا بطل من لجنة السلسية تخاطب الاتحاد الإفريقي بخصوص 17 سبع ده يتغير معده لأن المعلومة اللي عندي إن فيه دراسة جدة جدا داخل إدارة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لتغيير موعد 17 سبع لكن طبعا إدارة المسابقات لما بتدرس هذا الأمر بناء على التغييرات اللي هتتم قبل انطلاق دور التقيو ممكن ما تاخدش قرار لإن ما فيش أي اتحاد أهل اشتكى أو ما فيش أي نادي تترك لهذا الأمر فبالتالي بناء على المعلومة اللي عندي إن فيه دراسة لتغيير موعد نهاية دورة أبطال إفريقيا وتقديم الموعد لأول إسبوع في شهر 7 بدلا من 17 سبعة بطلب من لجنة السلسية إنها تتدخل في هذا الأمر وتحافظ على استعدادات المنتخل الأولمبي وإزاي يقدر يستعد بتوقيت مناسب وبموعد الإجراءات الاحترازية بشكل سليم وفي نفس الوقت يضمن حق النادي اللي هيكون مشارك وممثل مصر في نهاية دورة أبطال إفريقيا إن شاء الله بإذن الله يكوني النادي الآلي في هذا المحفل فبالتالي موعد نهاية دورة أبطال إفريقيا خلال الفترة الجاية قد يتغير معاده وتلعب المباراة في الإسبوع الأول من شهر 7 بدلا من 17 سبعة قلت المعلومة ووجهت الرسالة وأتمنى يكون فيه تحرك من اللجنة السلسية خلال الساعات القادمة تعالية حضراتكم قلت المعلومة ووجهت الرسالة والرسالة وصلت الرسالة وصلت للجنة السلسية وكنت متوقع أن المهندس أحمد مجاهد منذ هذا التاريخ أو منذ هذا الوقت يكون فيه تحرك مع الاتحاد الإفريقي بما أنه كمان عضو في اللجنة المنظمة لكاس الأمم يعني هو مش غريب عن الاتحاد الإفريقي وعن الكرة الإفريقية هو دايما قريب السلة من الناس في الاتحاد الإفريقي وموجود داخل لجاني الاتحاد الإفريقي فالمعلومة اللي كانت عندي وده بأنا هقوله لأول مرة مش حكش في المصدر بس هقول توقيتها إلا حصل يوم 25 مارس أحد الاتحادات أو إحدى الاتحادات الإفريقية طلبت من الاتحاد الإفريقي تغيير موعد نهاية دورة أبطال إفريقيا وقدمت اقتراح أن نهاية دورة أبطال إفريقيا يكون في الأسبوع الأول من شهر 7 بدل 17 سبعة أو كاس الكونفدرالية يكون في الأسبوع الأول من شهر 7 ونهاية دورة أبطال إفريقيا يكون 10 سبعة ليه؟ لأن أنت عندك غير الاتحاد المصري فيه اتحادين من القرى الإفريقية اتحاد جنوب إفريقيا والتحاد كوديفور موجودين في أولمبيات توكيو مش مصري بس أنا طبعا قلت إحدى الاتحادات فأنتوا بقى فسروا اتحاد جنوب إفريقيا أو اتحاد الكوديفور طلبوا هذا الطلب ولو على سبيل أو بشكل ودي من إدارة المسابقات طيب المعلومة جات لي وأنا وقتها فكرت وقلت طب الاتحاد المصري ما ياخدش الخطوة دي ويختر الاتحاد الإفريقي بهذا الموضوع ما هو الأهل بإذن الله طالما مشارك في دورة أبطال إفريقيا إحنا من جوانا عندنا يقين أن الأهل على الأل بينافس لغاية المرحلة الأخيرة ممكن بقى حد تاني بيراهن أنه ممكن الأهل يخرج أو هو وجهة نظره الأهل ممكن ما يكملش طبعا أنا أتعيب ليه ونفسي ليه وأتكلم ليه ما خلاص كده كده إن شاء الله 17 سبعة المنتخبة يكون في توكيو فخلاص لعيبتها تكون موجودة سواء من الفريل أول أو حتى اللعيبة الأولمبية الموجودين في الأندية المصرية الطلب ده أو الاتصال ده تم مع إدارة المسابقات إدارة المسابقات اجتمعت لفكرة تغيير الموعد إلى أن تحدث بعد أعضاء المكتب التنفيذي وقالوا يا جماعة هذه الموعد تم الاتفاق عليها ما بين لجنة الأندية والمسابقات مع المكتب التنفيذي وتم تسكين هذه الموعد وطالما الدورة الأولمبية في توكيو ليست في الأجندة الدولية فلا هناك أي داعي لتغيير موعد 17 سبعة الأجندة في موعدها نهاية كاس الكونفدرالية 10 سبعة في دولة محايدة 17 سبعة نهاية دورة أبطال إفريقيا وبالفعل أغلق الملف يوم 5 إبريل ولم يفتح مرة أخرى إلى أن وصل الأهلي إلى نهاية دورة أبطال إفريقيا وهنا بدأ اتحاد الكرة يتحرك في هذا الملف ولكنه تحرك متأخر جدا أتمنى الطلب اللي تقدم إن كنت يعني غير متأكد من إرسال خطاب رسمي لأن أنا بصراحة لسه متأكدتش من المسؤولين في الكاف إن فيه خطاب رسمي اتبعت من الاتحاد المصري للكرة القدم وأنا في نفس الوقت بحب أبص على الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عشان أتأكد إذا كان فيه خطاب رسمي اتبعت ولما اتبعتش فالتحاد الكرة ما أعلنش رسمي أنه بعت خطاب للاتحاد الإفريقي لكن أتمنى إذا كان فيه خطاب اتبعت يتقدم المعاد تبقى لرؤية الاتحاد المصري وإن كان هناك صعوبة خمسين في المائة خمسين في المائة عموما بقرة آخر مهلة للكات إن شاء وغريب ويرسل القايمة وأتمنى إن المعاد يكون ينسبه عشان يختار القايمة لها تمثل مصري في أولمبياد تقلل في نادة منتخب بلدنا ولما طلقت في 31 مارس اتكلمت أي أن كان منا هيتأهل بالمناسبة كان ممكن الزمانيك يتأهل والأهل الحمد لله تأهل بس كنت بتكلم لصالح المنتخب ولصالح مصر في المقام الأول وده دورنا هنا احنا بنتكلم لصالح بلدنا في المقام الأول منتخبنا الوطني وبلدنا هي في المقام الأول قبل كل شيء عموما المسؤول وقتها ما تحركش وحصلت الأزمة والمفروض فيه اتصالات مع الاتحاد الإفريقي طبقا لتصرحتهم مبارح أنا أجرت اتصالات مع المسؤولين في اتحاد جنوب إفريقيا وأكدوا لي ما فيش أي تنصيق مع الاتحاد المصري وما بعتوش أي فاكس للاتحاد الإفريقي أو أي إيميل بيطلبوا بتقديم المعاد أجرت اتصال بالمتحدث الإعلامي للنادي قايزر تشيفز الجنوب إفريقي وقال لي نفس الموضوع لم نطلب تقديم الموعد ولم نطلب أي شيء وهناك سبع حالات كورونا في الفريق ما كانوش موجودين في مباراة الوداد نأمل في شفاءهم سريعا ويلحقوا مباراة نهاية دورة أبطال إفريقيا يوم 17-7 فأنا بالمنطق فريق عنده حالات كورونا كتير وعنده عشر لعيبة المفروض بكرة آخر معاد أو آخر يوم في العقد بتاعهم مع النادي والنادي بيفكر في تقديد تجديد التعاقد معهم فنادي قايزر تشيفز يعني عنده مشكلتين تجديد عقود عشر لعيبة وحالات كورونا بيأملوا في الشفاء أو يأملوا أن هم يكونوا جاهزين قبل ماتش 17-7 فمش من منطقي يطلبوا يقدموا الماتش لأنهم عايزين يأخروا في معاد الماتش فبالتالي لغاية اللحظة دي الأمر مش واضح بكرة آخر معاد للكابتن شوقي عشان يرسل القايم أتمنى أتمنى أن يكون فيه استجابة لطلب اتحاد الكورة المتأخر جدا ويساعد منتخب مصر لأن بصراحة أنا كنت أتمنى أن الاتحاد المصر ياخد الخطوة دي من شهر 3 اللي فات ووجهت وقلت معلوماتي لكن للأسف محدش بيتحرك ومحدش بيسمع الكلام وكل واحد ما تعرفش الملف اللي بيشتغل عليه إيه وما فيش وضوح مع الإعلام ليه بقول ما فيش وضوح مع الإعلام طيب قبل ما اتكلم ليه ما فيش وضوح مع الإعلام عايز أتكلم كمان عن نهاية دورة أبطال إفريقي طيب نهاية دورة أبطال إفريقي يا جماعة حتى هذه اللحظة في المغرب وملعب محمد الخامس أو مركب محمد الخامس المفروض في هذه الفترة مغلق لأعمال السيانة في بعض المرافق عشان الفترة الجاي هيكون بيصديف نهاية دورة أبطال إفريقي يوم 17 سبعة ما بين الأهلي وقايزر إتشيفز قايزر إتشيفز هيسافر من جنوب إفريقيا هيسافر من جنوب إفريقيا فترة الحجر الصحي الموجودة حاليا وبسبب انتشار الوباء والفيروس في المقاطعة اللي فيها قايزر إتشيفز لن تمنع قايزر إتشيفز من الصفر والدولة في جنوب إفريقيا بتدعم نادي قايزر إتشيفز بشكل قوي جدا وقبل مباراتهم مع الوداد صدر خطاب من وزير الشباب الرياضة بيدعم فيه الفريق ومن رئاسة الجمهورية بيدعمه فيه فريق قايزر إتشيفز لأنه أحد أكبر الفرة في جنوب إفريقيا وأكبر الأندية الشعبية في جنوب إفريقيا فقال إذا ريتشيفز عيسافر عيسافر إقفلوا الملف ده وبلاش فكرة أصلاً ممكن ينسحب وييجي نادي الوداد الكلام ده غير مطروح أساساً وأتمنى ما يتنقش في الإعلام الرياضي في مصر لأن الموضوع ده يعني نقدر نقول كده موضوع إيه يعني مالوش معنى مالوش فايدة تمام دي نقطة نقطة التانية نهاية دورة أبطال إفريقيا يوم 17-7 فاكرين مباراة الأهل والزمالك الموسم الماضي لما قلنا ساعتها يبقى فيه أكسترا تايم ورقلات جزاء طيب خدوا المفاجأة وخدوا الجديد وهنشر لكم دلوقتي التعديل اللي تم على لايحة دورة أبطال إفريقيا على الشاشة المدة 28 قدامكم على الشاشة دي اللايحة المعدلة لدورة أبطال إفريقيا في الموسم الحالي المدة 28 بيتقول إيه المباراة النهائية بتقام من مباراة واحدة في مدينة بيختارها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والمباراة بتلعب على شوطين كل شوط 45 دقيقة وفي حالة التعادل يلجأ الفريقين إلى رقلات الجزاء الترجحية تبقى للوايح الفيفا المنظمة للقانون اللعبة إذن مباراة الأهل وقائزة ريتشيفز ده خبر بعلنه لكل السادة المشاهدين المباراة في حالة نهاية وقتها الأصلي بالتعادل السلبي سنتجه مباشرة إلى رقلات الجزاء الترجحية أهو من النهاردة قبل 17 سبع بقول لكم اللايحة بتقول إيه والتعاديل اللي تم بإذن الله إن شاء الله مش هنحتاجها بإذن الله إن شاء الله مش هنحتاجها وهنحسم المباراة بإذن الله في التسعين دقيقة وعندنا ثقة في اللعيبة هتعمل مباراة كبيرة وعندنا ثقة في بيت سمسيماني هيعمل مباراة كبيرة لكن زي ما بقول لكم ده التعاديل اللي تم في اللايحة ونشرت لكم نص المادة بالخطاب الرسمي المرسل للأندية في التعاديل اللي تم على اللايحة دورة أبطال إفريقيا في الموسم الحالي إن شاء الله مش هنوصل للإكستراطايم وفي نفس الوقت برضو خدوا بالك وحنا بنحترم فريق كايزر تشيفس فريق قوي يا جماعة لا يستهام به فريق قوي عنده مجموعة من اللاعبين اللي هم طبعا بالتالي يعني انت عارفين فرقة عندها خمس ست لعبين أعمار سنية تحت 97 يعني موليد 23 سنة عندهم لعابة خبرات عندهم رأس حربة سربي سامير نوركوفيتش عندهم خمى بيليات اللي كان موجود في ساندونز في 2016 عندهم لعاب مميز جدا اسمه زومة فرقة مميزة وعندهم حراس مرمى على أعلى مستوى سواء الأساسي أو الاحتياطي فبإذن الله زي ما قلت لكم دي اللايحة مفيش إكستراطايم 90 دقيقة رقلات جزاء إن شاء الله بإذن الله الأهل ما يوصلش الإكستراطايم ونتأهل أو نفوز بي أو يعني 90 دقيقة نكسب بإذن الله مفيش إكستراطايم إن شاء الله ولا رقلات جزاء لقدر الله حصلت عادل نوصل لضربات الترجيح أو رقلات الجزاء مباشرة وده التعديل اللي تم في اللايحة وطبعا زي ما انتوا شايفين كده مفيش إكستراطايم خلاص 90 دقيقة رقلات جزاء لكن إن شاء الله مش هنوصل لرقلات الجزاء مباشرة طيب الحاجة التانية اللي عايز أتكلم فيها برضو بقرة 36 36 ده آخر موعد للاتحاد المصري لإرسال أسماء الأندية للاتحاد الإفريق هل الاتحاد طلب استثناء ما عندش معلومة وبسأل ومفيش إجابة برامدز خرج من الكونفيدرالية ففكرة وجوده في الفاينال يوم 10 سبعة أصبحت غير متاحة عشان يكون موجود في البطولة القادمة على الأقل بصفة حامل اللقب لكن خرج من نصف النهائي أمام الرجاء المغربي فبقرة 36 هل اتحاد الكرة يطلب استثناء مش عارف فهل لا طلبت استثناء في القيد طيب القيد كمان عندك القيد المحل اتحاد الكرة كان قيلها هيكون بعد نهاية الدورة 28 يا فندم أطلب استثناء تفتح القيد قبلها بشهر زي ما الفيفا أقول لك السنة دي أو السنين القادمة في ظروف استثنائية أطلب فتح القيد المحل قبل نهاية الدورة بشهر عشان تقدر الأندية تعمل صفقات السنة اللي فاتت كانت ظروف استثنائية والقرار كان على الكل فالفيفا فتح القيد لكل لكن المرة دي هيبقى كل ظروف وكل حالة على حيدا أطلب فتح القيد قبل نهاية الدورة بشهر عشان النادي الأهل لما يقايد لعبته لدورة أبطال إفريقيا المسلم القادم يكون يقدر يديه في الصفقات الجديدة لما إن شاء الله يلعب سوبر إفريقيا 24-9 يكون عنده الصفقات الجديدة لما يروح كسعالم أندي إن شاء الله في شهر 12 الجاي في اليابان يكون عنده صفقاته الجديدة لكن لو اتحاد القورة ما طلبش فتح القيد استثناءة من الفيفا قبل نهاية الدورة بشهر للأسف أي صفقة هتتم الفترة الجاية مش هتكون معاك إفريقيا ولا دوليا إلا من شهر يناير القادم فلا طلبت استثناء في القيد ولا طلبت استثناء في 36 فأتمنى يكون في خطوة خلال الساعات القادمة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف آخر استعدادات الأهلي لمباراة بيرامدز واستئناف المشوار المحلي أهلا بحضراتكم مين جديد طيب الأهلي خلاص أفل الملف الإفريقي حاليا وأغلق الملف الإفريقي استعدادا لأربع مباريات في الدوري المحلي خلال الفترة القادمة في ظل أن فيه 8 مباريات مؤجلة للنادي الأهلي خلال الفترة الحالية لذلك أذهب مباشرة إلى ملعب التيتش بيك زيرة مع الزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي عشان نعرف منه آخر استعدادات الأهلي لمباراة بيرامدز يوم الخميس والنهاردة بالتأكيد الفريب يستانف تدريبات وبعد الرحة السلبية بالأمس استعدادا لانطلاق المنافسات المحلية في الدوري العاب مساء الخير يا شريف مساء الخير زميل محمد تحياتي لك وتحياتي لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان طيب عايز أتطمن منك على الاستعدادات النهاردة تمرين الساعة خمسة وبكرة أيضا في نفس التوقيت ودخول معسكر لا جواء عندك في ملعب التيتش وأبرز اللعبين الموجودين هل في لعبة اتصعدت من قطاع الناشئين ولا المجموعة اللي موجودة حاليا وهلا يبقى في روتيشن فترة جاية ولا الجهاز الفني بيفقر ازاي في الاستعداد لمباراة بيرامت يمكن التمرين بالفعل في الخامسة مساء يمكن في محاضرة الآن فنية مع مستر بيتسو مسماني وجميع اللعبين اتكلم فيها مستر بيتسو مسماني في أول المحاضرة غلق الملف الأفريقي بالكامل عدم الحديث نهائيا عن المباراة عن مكان المباراة عن تقديم المباراة أو تأخير المباراة عن تغيير الدولة كل اللي بيتقال في سوشال ميديا اغلاقه تماما والتركيز فقط في المباريات المحلية التركيز فقط في مباريات مباراة بيرامتز اتباعا بعد مباراة بيرامتز التركيز على الحصول على السلاس نقاط في كل مباراة اعتلاق قمة الدوري المحافظة على لقب الدوري يمكن في محاضرة فيديو لفريق بيرامتز كل لاعب لي الفيديو المخصص لي على شخاطر زاكر واجبات مركزه مطلوب منه ايه في مباراة بيراملزي من نهاردة تحذيرات شديدة اللهجة من مدير القرى الكابتن سيد ومستر بيتسو موسماني التركيز ثم التركيز فقط في المباراة المحلية وعدم الحديث نهائيا عن المباراة الأفريقية قبل بداية المران كان في المسحة الخاصة بمباراة بيراملزي يمكن المران لسه ما بدأش لسه اللعبين مستمرين في المحاضرة هنعرف بعد خروج اللعبين مين اللي هيشارك في المران مين اللي ممكن يبتعد عن الإصابة احنا ممكن سبعين انه فيه كلام عن وليد سليمان لسه مدة الغيابة هنعرفها اما نتكلم مع الدكتور أحمد أبو عبلة كل الكواليس دي هتتضح فيه خلال ساعات ولكن المؤكد انه وليد سليمان خارج مباراة بيراملزي هيكون فيروتيشن في الأربع مباراة المقبلة مستر بيتسو موسماني متكلم مع الجهاز ومتفقين على الخطة اللي هيشتغل فيها في الأربع مباراة القادمة مستر بيتسو موسماني وجهازه وجهاز الإداري ما بيسبوش حاجة إلا ما بيتكلموا فيها الجهاز الإداري شغال على التأشيرات وشغال على الصفر إلى دولة المغرب الكل شغال في تخصصه وكل واحد في النادي الآهلي كل واحد في مكانه بيشتغل وبيعمل شغله أهم حاجة بإذن الله بإذن الله بإذن الله يكون التوفيق بس موجود معنا يوم الخميس وانفوز على فريق كبير طبعا هو فريق بيرامدز في بطولة الدوري على استاد الأهلي والسلام من خلف التمرين هيبدأ بعد قليل يا رب بإذن الله دعواتنا ودعوات كل الأهلوية يكون الفوز من نصيب النادي الأهلي إن شاء الله زميل العزيز شريف شعبان مرسل قناة الأهلي أنا أشكرك شكرا جزيلا كل هذه المعلومات والإضاحات وبإذن الله يكون استئناف جيد للمشوار المحلي أربع مباريات ب12 نقطة مهم جدا تحرز النقاط الفترة القادمة عشان تضييق الفارق وتوسيع الفارق بعد ما تنتهي بالمباريات التمانية الموجلة عشان تكون أنت أعلى من الزمالك بأربع نقاط قبل ما أطلع الفاصل عايز أقول نقطة مهمة ممكن شريف كان بيقول لي في غلق الفكرة المشوار الإفريقي والتركيز على المشوار المحلي وبداية التجهيز للتأشيرات هي معلومة بس يعني أصبروا كده خلال اليومين الجايين لما نعرف تفاصيل الاجتماع بس هي معلومة برضو أقولها لكل السادة المشاهدين عشان تسمعوا الأول مرة هنا من خلال برنامج التريند على شاشة قناة الأهل هناك أخبار عن احتمالية اجتماع للجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي خلال الساعات اللي جاية أو خلال آية من اللي جاية الاجتماع بهدف إيه؟ لسه جدوى الأعمال ما عندش تفاصيله هل ممكن الاجتماع عشان يشوفوا الجدوى للتنظيم أو اللجنة المنظمة تشوفوا لاستعداد للمباراة النهائية في المغرب ولا هيشوفوا أي أمر تاني أنا لسه لغاية اللحظة دي ما عرفش تفاصيل الاجتماع بس بيتردد داخل أروقت الكاف إن في اجتماع خلال الساعات الجاية للجنة المسابقات ده هنعرفوا خلال الفترة الجاية وبإذن الله هنكون معاكم أول بول ونقوموا كل الجديد خلال الفترة الجاية قبل موعد النهائي 17-7 في المغرب بين الأهلي وكايزر ايتشيفز أخويا للفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونبدأ نشوف تريند الأهلي واللي اتكتب عبر السوشيال ميديا عن النادي الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهلي والمحتوى اللي موجود من خلال السوشيال ميديا ودائما بنشوف صفحات السوشيال ميديا حادثة عن النادي الأهلي ولعيب النادي الأهلي لا ينقطع من الصبح بالليل كل يوم معلومة وكل يوم جديد دائما عن النادي الأهلي أبدأ مع حضراتكم من خلال الصفحة الرسمية ليلا كورا عن فيسبوك نشروا محمد هاني لم يلحق بمباراة بيرامدز ليس جاهزا مصدر ليلا كورا محمد هاني لسه مش هيكون جاهز لمباراة بيرامدز وبالفعل هو الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني بيدي وقت أكتر لللاعاب الفترة الحالية لغاية لما يكونوا جاهزين بنسبة 100% مش مستعجلين الحمد لله الفرقة فيها أكتر من لعب أكتر من مركز الكل إن شاء الله جاهز أقرم طفيه شفناه مباراة ترجز هاب وإياب كان على أعلى مستوى فنادي الأهلي حاضر وجاهز بكل اللاعبين وبإذن الله إن شاء الله هاني يرجع بسرعة خلال الفترة اللي جاي كمان من يلا كورا لسه مع الحساب الرسمي يلا كورا ولكن من خلال تويتر مصدر يلا كورا وليد سليمان مستمر مع الأهلي وتخطى نسبة تفعيل عقد طيب النهاردة أكتر من زميل صحفي كان نشر معلومة إن في بندف والعقد وليد سليمان إن في حال إن السنة الأولى مش هيوصل وليد سليمان أو مش يعني يقدر يلعب خمسين في المية من نسبة المشاركة مش يعني مش هيقدر يكمل العقد ليه السنة التانية أنا سألت في هذا الموضوع والخبر اللي منشور عليه لها كورا صحيح بنسبة مية في المية وليد سليمان مستمر مع الأهلي والفكرة مش قصة نسبة المشاركة وخمسين في المية وليد عداها بس أنا لما سألت على فكرة الباند ده اتقلي رد واحد بس وليد سليمان أحد أكبر لعاب النادي الأهلي كابتن من كباتن النادي الأهلي علاقته بالنادي الأهلي أكبر من قصة بند وعقد وخمسين في المية وليد سليمان اللي عاب الخبرة اللي عمل مشوار طويل جداً مع النادي الأهلي وهيستمر مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة وخلال الموسم القادم إن شاء الله فعشان نيفل الملف ده أول نقطة هي بعد مباراة الترجي وإحنا بنستعد للنهائي خبر طلع بخصوص وليد سليمان وبنقفله بدري بدري وليد ميكمل للسنة الجاية ان شاء الله والفكرة العقود والكلام ده كله دي جزئية تانية لكن وليد ميكمل معنا للسنة اللي جاية في الجول والحساب الرسمي على الفيسبوك نشروا الاهل يتطفق مع علي معلول وجونير اجاية على التجديد عقب نهائي دوري ابطال افريقيا طيب هي برضو مش فكرة الاتفاق هي فكرة كل الملفات حاليا معلقة لحين انتهاء المشوار الافريقي يوم 17 سبعة ده امر معروف للجميع وامر تم اتخاذ قرار فيه منذ اكتر من حوالي شهرين بعد نهاية مباريات دوري المجموعات كل الملفات المتعلقة بالتجديد وبالصفقات مغلقة حاليا وما بيش اي كلام عليك حتى ما نخلص المشوار الافريقي عشان بعد المشوار الافريقي تقدر تعرف الفترة الجاية انت محتاج ايه التدعمات اللي ممكن تكون محتاجها يعني قبل ماتش الترجي البعض كان يقولك ايه مثلا عندك اكرم توفيق ونصر ماهر ما بيلعبوش فممكن بنسبة كبيرة برق قيمة الاهل المسلم الجديد اكرم توفيق لها مباردة ترجي زهاب وإياب واصبح من اللعابة الاساسية رد فعلي الناس ايه دلوقتي يا جماعة كرة القدم والمباريات كل يوم فيها جديد فما حدش عارف النهاردة يوم 17 سبعة من اللعابة اللي هيكسبك الفاينال من اللعابة اللي هيكون سبب رئيسي في حملة كأس البطولة العشرة للنادي الاهلي فالملفات دي كلها مغلقة لبعد نهاية دوري ابطال افريقيا ولسه الدوري معنا مكمل ليوم 26 تمانية طيب كمان الصفحة الرسمية لليوم السبع بيتكلمه على بدر بنون الاهل يغلق ملف العروض الخارجية لشراء بنون في الصيف بدر بنون ده لسه في اول سنة مع النادي الاهلي يعني ده لسه اول موسم ليه مع النادي الاهلي محلة وإفريقيا بدر من اللعابة الاساسية وحجز مكان في اول مباراة ليه في التشكيلة الاساسية فمش من الطبيعة ولا المنطقة منقشة اي عرض لبدر بنون ده الف بيه اللي بيفكر في احتياجات فرق وقايمة وبيحضر لموسم جديد لعب لسه جايبه من سنة أستغنى عنه أكيد لأ طبعا فهي الفكرة بس يا جماعة ملف الصفقات والتعاقلات الناس بتتكلمسوا كل يوم ولو الناس رجعت وسمعت وتشافت اللي تقال اليومين اللي فاتوا أو الشهر اللي فات هيلاقيه عكس اللي بيتقال دلوقتي كل يوم في جديد وما فيش حاجة اسمان فرط في الملفات دي الملفات دي لسه معلقة لبعد نهاية دورة ابطال افريقيا والموسم الافريق والموسم المحلي يعني انت عندكم مثال الدور المصر هيخلص يوم ستة وعشرين تمانية القيد المحل هيبدأ سبعة وعشرين تمانية مش يمكن اللجنة السلسية والتحاد القرى يعمل حاجة كويسة ويطلب من الفيفا استثناء ويفتح القيد قبل نهاية الدورة بشهر فيبدأ القيد مثلا من ستة وعشرين سبعة أو سبعة وعشرين سبعة ساعتها الأهلة هيفكر في صفقاته يقايدها في الفترة دي لكن لو ما فيش ده هتقايده بعد ستة وعشرين تمانية هيكون القيد الافريقي خلص مش هستفيد دي بدورة ابطال افريقيا في حسابات معينة جماعة لازم تركزوا فيها قبل ما تتكلموا عن خبر لعيب رايح أو لعيب جاي أو تجديد عقد أي لعب طيب آخر حاجة معايا من الصفحة الرسمية والحساب الرسمي لبيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تويتر وكتب النهاردة الكلام ده حوالي الساعة اتناشر الضهر هناك شائعات تقول أن الأهل يرويد تومبكيسي لورش ده مهاجم فريق أورلاندو بايرتس قال لو حدث ذلك أولا وبكل تواضع سأتصل برئيس النادي وأطلب منه السماح بهذا طبعا هذا اللاعب لورش هو اللاعب أورلاندو بايرتس طيب أنا عشان أشرح للناس الجزئية دي وأنا سألت بجنوب إفريقيا بيتسو على علاقة طيبة طبعا بكل الناس في جنوب إفريقيا وفي توقيت تعاقد الأهلي أو فكرة تعاقد الأهلي مع جاستون سيرينو بعض الجماهير كانت زعلانة ومتضايقة من فكرة أنه طبعا عايز ياخد أهم العب من عندهم وده منطقه موجود في كل دول العالم لكن النهاردة لما صاحب جنوب إفريقيا تطلع باسم هذا اللاعب ومهاجم مميز جدا في أورلاندو بايرتس أكيد ده عمل ردود فعل سلبية البيتسو بالنسبة لجماهير جنوب إفريقيا فهو كان حريص أن ينفي هو على طول مباشرة ويقول علاقة بالناس أنك أكبر من فكرة التعاقد مع أي لعب فبالتالي غلق هذا الملف وزا ما قلت لكم الأهلي لسه لا بيفكر في فكرة التدعمات في الفترة حالية أكيد عنده ملفات وعنده أسامي لكن غلق هذه المساحات والملفات والصفقات أكيد لسه فيه وقت إن ده أمر مرتبط بموعيد قيد محل وإفريقي ولسه بعد البطولة الإفريقية هتشوف احتياجاتك خاصة لما بتتكلم في عدد الأجانب تحديدا ده بيبقى شي مهم محتاج جلسة واجتماع وتخطيط لهذا الأمر عشان الفترة القادمة أخرج لفصل وبعد الفصل لسه نكملين بحضراتكم بقى فقرات برنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند ومخصص لحضراتكم للمشاركة في الإجابة على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة أول حاجة معايا أحمد علام بيقول مساء الخير على كل من يخص الأهلي جمهورا أو إعلاما أو إدارة أو لعبين إلى آخرة من وجه نظر أن المفروض ده اللي يحصل بسبب إقامة الأولمبيات والفريقين الفريقين موافقين على أن النهائي يتلعب بدر شوية وإن شاء الله التوفير للأهلي ولعبتنا رجالة العشرة يا أهلي طيب معنا كمان رضا بيقول لا أعتقد ذلك لأن يوجد قواعد وقوانين متفق عليها ده في الإجابة على السؤال هل تتوقع تغيير الموعد ولا لا عمار أنديل بيقول لا الموعد يفضل في معاده لأن المنتخب يحق له الوصول قبل أربعة أيام من البطولة أنت مذاكر يا عمار عشرة على عشرة أحمد حمدي بيقول أتوقع بنسبة تسعين في المية لأنه من المؤكد أنه مش هيتلعب في الموعد المحدد حسب التصرحات الأخيرة حسب التصرحات الأخيرة المعاد سبعتاشر سبع ممكن يتغير المكان يتغير هنشوف اجتماع المسابعات الفترة الجاية ده ممكن يكون بينقش وإيه وعرفوك وقالوك بالضبط لا يحصل عمر بيقول أتوقع ليس بسبب مباراة المنتخب الأولمبي بل بسبب الأوضاع في جنوب إفريقيا أنا هو شايف عمر أن المعادة هيتغير لكن مش بسبب المنتخب الأولمبي ده بسبب الأوضاع الموجود حالياً في جنوب إفريقيا أنا زي ما قلت لكم النهاردة وأنا شغال حتى في الحلقة جات لمعلومة أن فيه اجتماع ممكن يكون لإعلاقة بين نهاية إفريقيا لجنة المسابعات لكن هيكون لتنظيم الإجراءات الخاصة بإقامة المباراة ولا هيكون فيه حاجة جديدة الفترة الجاية ده أنا أعرفه إن شاء الله وهنكون معاك أول بول بالنسبة لموعد نهاية إفريقيا لكن دلوقتي التركيز على مباراة بيراميز والمشوار المحلي خلال الفترة اللي جاية في فرق نقاط مع الزمالك عندنا تم المباراة مؤجلة بإذن الله كل مباراة بالنسبة لنا مباراة كؤوس نكسب المباراة المؤجلة نتقدم في فرق النقاط على الزمالك بأربع نقاط وطالما الأهل بإذن الله ركب الدوري مش هينزل وهيحتفظ باللقب زي كل سنة إن شاء الله بشكر حضركم على حس المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقى على خير في حلقة قادمة من برنامج الترين شكرا وإلى اللقاء